بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 17 لمجلس الوزراء الخميس الموافق 25 نيسان 2024 وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولا مشروع مترو بغداد واحد تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23 1753 لسنة 2023 بما يضمن تحقيق الآتي أليف وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم ولغاية توقيع العقد الاستثماري باء وضع المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي 2- تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية أج أس أس الماليزية الجنسية وشركة سي أج أس أس الإماراتية الجنسية 3- مشاركة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط 8 و16 الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة 3- في الفقرة واحد المذكور آنفا 3- تكون نسبة أجور العقد الاستشاري 0.6% لمرحلتي التقييم زائدنا التدقيق ونسبة 1.2% لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية على أن يعتمد لاحقاً المبلغ المقدم في العرض الأفضل 4- استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج 5- تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتم دفعها من أمانة بغداد 6- تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة ثانياً مشروع مترو قطار نجف كربلاء السريع واحد- إدراج المشروع كما يأتي أليف- وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم ولغاية توقيع العقد الاستشاري با تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة لمشروع قطار نجف كربلاء السريع بالكامل وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية جيم- الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي اثنياً تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية أتش أس أس الماليزية الجنسية وشركة سي أتش أس أس الإماراتية الجنسية مشاركة استثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنياً لسنة 2014 والضوابط الثمانية وستعاش الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة واحد المذكورة آنفاً ثلاثة تكون نسبة أجور العقد الاستشاري صفر فارزة ستة بالمية لمرحلتي التقييم زائداً التدقيق ونسبة واحد فارزة ثنياً بالمية لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية على أن يعتمد لاحقاً المبلغ المقدم في العرض الأفضل أربعة استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج خمسة تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتم دفعها من وزارة النقل الشركة العامة لسكك حديد العراق ستة تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة قرار الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 24179 لسنة 2024 بشأن زيادة كلفة إنشاء دور وشقق التدريسيين وإنشاء الأقسام الداخلية المرحلة 2 في جامعة المثنة بحسب ما يأتي أولاً مشروع إنشاء دور وشقق التدريسيين في جامعة المثنة 1 زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع شقق الأساتذة رقم 3 2 زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع شقق الأساتذة رقم 4 ثانياً مشروع إنشاء الأقسام الداخلية المرحلة 2 زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع الأقسام الداخلية 7 و8 9 قرار الموافقة على ما يأتي 1 إلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعلياً من مشروع معالجة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات 2 تتولى الهيئة الوطنية للاستثماري إعمام الدراسة المتعلقة بمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات للعمل بموجبها 3 وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة أقر مجلس الوزراء التالي 4 الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء كليات العلوم والآداب في الزبير وأب الخصيب عدد 2 5 والتأكيد على محافظة البصرة الدقة في إعداد جداول الكميات للمشروعات 6 والأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية 7 الموافقة على استحداث مكون إيصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الدجيل 7 محافظة صلاح الدين ضمن مكونات مشروع ماء الدجيل المبينة في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة للماء 2023 8 وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع 9 الموافقة على زيادة مبلغ العقد لمكون الخدمات الاستشارية وأعمال الإشراف والتطوير وصيانة شارع الشهيد 10 أبو مهد المهندس والجند المجهول وبوابات المنطقة الخضراء على أن يتم احتساب العقد كمكون منفصل ومن ضمن الكلفة الكلية للمشروع 10 الموافقة على استحداث مكون باسم تأهيل وتطوير البنى التحتية المرحلة الثانية في قضاء الحي محافظة واصط ضمن مكونات مشروع مجار الحي إلى ميم واحد واصط 11 مع تأهيل وتطوير البنى التحتية لقضاء الحي وزيادة الكلفة الكلية للمشروع المشار إليه في الفقرة واحد المذكورة آنفا 12 وبهدف دعم المنتج والبضاعة الوطنية وتوفير فرص العمل وافق مجلس الوزراء على 1 فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 50% على بيض المائدة المستورد بالإضافة إلى أصل الرسم القمرقي البالغ 20% المقر بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف وستمية واثنين وسبعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين 2 إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم اسم المنتج وتأريخ الإنتاج وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية 3 إلزام المنتجين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة 4 منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقر ثنياً آنفاً بين المحافظات 5 تكليف وزارتي التجارة والزراعة ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار والجمعية العراقية لرعاية منتج الدواج بمتابعة 6 تنفيذ القرار بشكل مستمر على أن ترفع تقارير شحرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد 6 ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ 2 آيار 2024 شكراً